صعب هل هتقول لي لا النسبة قريبة لغاية النهاردة اللي انا شايفه قدامي مفيش نسب قريبة حتزعله دي الحقيقة انت يعني عايز تقول لي مثلا انه اصله لا ده ده الخمسة في المية لازم نخب بالنا من الاصوات اللي في بانها واللي في القصر مفيش كلام منت احنا لغاية النهاردة واحنا بنتكلم احنا بنتكلم على انتخابات نتجتها تقريبا يعني وإلا لو في بقى تكتل في ناس دخلت وراء مرشح واحد في كلام يوصل للعقل في حاجات مهمة تحصل فنبتدي نشوف منافسة ايه لعيب نبقى فيه منافسة وهي معمولة ليه وإلا كنا رجعنا تاني ليهامل استفتاء قبل ما الرئيس مبارك الله يرحمه يعمل انه تبقى انتخابات يا جماعة اده فرصة ان احنا نعيش حياة طبيعية اده فرصة انه الامور تعدي انما اللي انا شايفه دلوقتي انا مش هقول في حد شغال مع حد احنا فجأة لقينا اسامي ما نعرفهاش واسامي نعرفها وفيه ناس راجعة لانه بتشتغل موسمي انا عرف الناس اللي بتشتغل سياسة دي يعني مثلا الراجل ترامب ده تحبه وتكرهه من يوم ما خرج من الكرسي بتاعه هو شغال انه يرجع تاني احنا عندنا بيجوا يشتغلوا شهرين قبل الانتخابات الناس دي تسخن قوي ووسائق وتسريبات ومش عارف قبلها بشهرين هو ده شغل سياسة الناس درجت درجت اللي بيشتغل سياسة ده بيشتغل على طول ترامب ده بيلف الولايات الامريكية يروح الداينرز يروح البراط يروح المدارس اه ويخطب ويتخانئ وعنده قضايا محدش قال بقى اصلوية القضايا دي معمولة علشان هو لا عنده قضايا ويروح يقف قدام المدارس العام ويقف قدام المحكمة ويقف قدام كل شيء السياسة عمل انما الناس اللي جاي شغالة موسمية وناس تانية جاي عندها طار ودول بقوا كتير الناس كانت موجودة وكان لها حس ولها وجود ولكن فجأة لسبب او لاخر تم الاستغناء عنهم فابتدوا متضايقين فقراروا يبقوا في الناحية التانية باشا الناحية التانية الناحية الاولانية يا جماعة احنا ليه البلدية ما بيحصلش فيها شيء طبيعي شيء طبيعي مرشحين انتخابات نسمع نتاق مفيش الحركات البلدي القديمة اصل الدولة وقفة مع الرئيس اللي موجود لا خالص انت مش محتاج تعمل الكلام ده والعالم كله بيبص عليك انت بتعمل ايه ايه اللي انت بتعمله ده ايه الحكاية دية ارجع تاني وللأسف استشهد بتركيا استشهد باردوغان وانتخاباته هو مش اردوغان كسب بس كان فيه زخم فيه انتخابات فيه آآ لا ده فرق آآ صوتين ده فرق آآ ميت صوت انا ما بقولش ان احنا هنوصل في مصر للكلام ده عشان اقولكو الجملة البيخة اصل التجربة الديمقراطية في مصر لم تندج حتى الان ماشي يا باشا بس يا جماعة الواحدة ما يبقى موجود هنا وبيتنفس في الديمقراطية الانجليزية دي نشوف الناس بتتحرك ازاي نشوف الناس بتعمل ايه نشوف كل الاشياء بتتعمل ازاي نشوف الاتراك بيعملوا ايه نشوف ناس بتتكلم ادو فرصة ان التجربة دي تبقى جيدة خلاص اصله هو مش باقي كتير باقي ثلاث شهور الا اذا انتوا قررتوا انه لا دي مش الطريقة وحنترباها لو حترباوها اقولولي هو في حد عنده نفس في اي دولة في العالم يبتدي من اول وجديد كل سنتين ثلاثة ده انت ما بيجيب الموبايل بتعمل له الريسيت كل خمس سنت سنين ارجوك فكرة تدليت انك تدلت اللي فات كله وتبتدي لانه ما فيش انا ما شفتش حد معارض خالص في دماغه حتتعمل ازاي بشكل طبيعي كلهم ولا استثني احدا كلهم تضطرب على دماغ اللي فيها اشتركوا في القناة